وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة الذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن يخدم أيضا القارتين الإفريقية والأوروبية وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس عبد الفتاح السيسي مع ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ديمتري كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين حيث أعرب رئيس تحادي شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادة سيادته من إنجازات في البنية الأساسية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مدة زمنية قياسية مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التي تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الربط الكهربائي مع اليونان خاصة في إطار التحديات التي تواجه أوروبا حاليا في مجال الطاقة وقد استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عناصر مخطط التعاون مع الجانب اليوناني لإنتاج 9.5 جيجا واط من الكهرباء من طاقة الرياح والشمس في مصر ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحري للربط الكهربائي بين البلدين وذلك بعد أن أصبحت مصر تمتلك بنية أساسية حديثة في مجال الكهرباء وفق استراتيجية وطنية متكاملة الأركان من محطات إنتاج وخطوط نقل وشبكات توزيع وتحكم ضمنت استدامة تأمين الإمدادات الكهربائية لكافة ربوع الدولة وكذلك فتحت آفاقة إقامة مشروعات الربط الإقليمي الكهربائي وقد وجه السيد الرئيس بالإسراع في بلورة التعاون المشترك مع الشركة اليونانية لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة والذي يخدم ليس فقط مصر واليونان ولكن القرتين الأفريقية والأوروبية وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمي لتداول الطاقة بمختلف أنواعها ترجمة نانسي قنقر